اكد استقبال جلالة الملك المعظم للمشاركين في اعمال الجمعية العامة السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي اكد مدى حرص جلالتها ايده الله ورعا على دعم اعمال الجمعية العامة التي عقدت على ارض مملكة البحرين نعم حيث توافقت رؤية جلالة الملك المعظم واعلان المنامة في ختام اعمال الاتحاد البرلماني الدولي حول دعم وتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات ترحيب وثناء وتقدير نقله جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لضيوف مملكة البحرين الضيوف الذين قضوا ما يقارب اسبوعا كاملا في رحاب مملكة البحرين التي استضافت بكل كفاءة واقتدار اعمال الجمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي قضايا عدة طرحت خلال اجتماعات الجمعية العامة اكد جلالته على اهميتها وما لها من ضرورة في نماء المجتمعات البشرية ولقد تابعنا بكل اهتمام القضايا الرئيسية محل النقاش والبحث في اجتماعكم الموقر والمرتبطة بتعزيز التعايش السلمي وتنمية المجتمعات الشاملة والحاضنة لقيم الحرية المنضبطة والعدالة والاعتراف بحقوق الجميع دون تمييز ويأتي التعايش السلمي ومحاربة التعصب كإطار عام لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي متوافقا مع الرؤية الملكية بجلالة الملك المعظم في دلالة على مدى مساهمة البحرين في تعزيز مبدأ التعايش السلمي من خلال مختلف المؤسسات التي تكاتفت تحقيقا للرؤية الملكية ونؤكد هنا بأن مملكة البحرين تستمر في دعم ذات القيم الإنسانية التي يحتضنها مجتمعنا المدني ويحرص على إنفاذها لاستغرار ونماء دولة القانون وذلك من خلال مؤسساتها الدستورية التي تنمو تحت ظلالها مسيرة العمل التشريعي المستندة إلى خلاصة التجارب الوطنية وتستهدي في الوقت ذاته بأعرق وأفضل الممارسات الدولية ونجاح تنظيم هذا الحدث الدولي أشاد به جلالة الملك المعظم من خلال مجهود المؤسسات لاسيما السلطة التشريعية والتي كانت مهيئة لاستقطاب البحرين لأكبر حدث برلماني عالمي من خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية الخامسة والأربعين بعد المئة التي عقدت بجمهورية رواندا العام الماضي لتكون بذلك كافة المؤسسات والسلطات محققة لرؤى العاهل المعظم وتعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين ترجمة نانسي قنقر